بس اليوم أنا حاب أتعمق بمهارة إليا تفوريا بالملاكمة ومهارة أحسن الملاكمين الموجودين باليو اف سي اللي بيستخدموا الملاكمة كستايل أساسي بالفنون القتالي المختلطة السلام عليكم إخواني أهلا وسهلا فيكم بحلقة مميزة من هوشي بوكسنج الحلقة رقم 17 اليوم معاكم محمد راح أحكي معاكم بالملاكمة بالMMA بما إنه هلأ الملاكمة ناعمة يا إخوان أكيد أنت حضرتوا الإفنت اللي صار مبارح بين فولكنوفسكي وإليا تفوريا كتير ناس صاروا يحكوا إنه مثلا فوز تفوريا هو من الكالف كيكس اللي استخدمها بالجولة الأولى أو من فلان أو علنتان اللي هو مثلا سبب فوز تفوريا هو كان النوك آوت اللي أكله فولك من مخا تشيف من قبل وأكيد يعني هدول الشغلات كلهم بلعبوا دور بس اليوم أنا حاب أتعمق بمهارة إليا تفوريا بالملاكمة ومهارة أحسن الملاكمين الموجودين بالUFC اللي بيستخدموا الملاكمة كستايل أساسي بالفنون القتالية المختلطة يعني اليوم الحلقة رح أحكي عن من هم هدول المقاتلين اللي بيستخدموا الملاكمة البحثة الأساسيات البحثة بطريقة فعالة وبطريقة فيها يعني كفاءة ونتائج فأكيد يعني موضوع الحلقة كله مبارح كان إلهامه إليا تفوريا صرنا نحن فترة عم نشوف إليا تفوريا وهو قاعد عم بكسر عالم الـ MMA بمهاراته وهو طبعا لاعب متكامل عنده حزام أسود جوجيتسو وعنده خلفية بالمصارعة قوية جدا خلفية قوقازية روسية بالمصارعة بس الموضوع اللي ما عم بحكوا فيه كثير الناس هو مهارات الملاكمة تبعته وكيف طبقها بطريقة ممتازة يعني بالـ UFC وكيف شفنا هذا الحكي برضو مبارح في فولكنوفسكي فتفضلوا معايا البرنامج وراح نبلش هاي الليستة بمين هم أفضل الملاكمين بالـ UFC حاليا عم بحكي عن فايتارية نشطين حاليا بالـ UFC رقم واحد طبعا أنا ما شوف رح أحكي هذا بالترتيب واحد لخمس أخرين نحكي خمس أفضل ملاكمين موجودين بالـ UFC هذا مش يعني إنه هم واحد أحسن من الثاني عشان ما يصيروا هلأ الشباب كلهم يدقوا فيه بالكومنتات إنه هذا أحسن من هذا هيك ما مش ترتيب معين بس هم خمس اللي بدي أحكي عنهم حتى يمكن يكونوا أقل أو أكثر حسب إذا ذكرت أو نسيت فرجاءني يعني إنه لا تزعلوا من الترتيب أول إشي رح أحكي عن إليا توبوريا عشانه الإفنت صار هسا ما يجديد أخوان إليا توبوريا من وقت ما دخل الـ UFC كسر لعيبة كثير بالـ body shot تبعته طبعا هذا الإشي اللي نحن بنشوفه بالـ highlight reel بس فيه شغلات كثير برضو ما بنشوفها على طول لما تتفرج على الملاكمة تبعت إليا توبوريا فيه شغلات صغيرة كثير بيعملها فعالة جدا وهي أساسيات ملاكمة ومش كثير ناس قاعدة بلمس على هذا الموضوع فعشان هيك برضو حبيت أعمل هاي الحلقة يعني مبارح لما شفناه لعب ضد ألينكساندر فولكنوفسكي الإشي اللي كان مغضوض عنه النظر كثير استخدام إليا توبوريا للـ body jab وهي أساسية بالبوكسنج بس إنه ما كان إلها مكان كبير بالـ MMA عشان تعتبر حركة خطرة بالـ MMA لا ما إلها عائد كبير عشان طبيعيا البودي جاب ما بتشكل زي ما تحكي damage عالي أو تأثير عالي على خصمك بمنها مش مؤذية كثير بس أهمية البودي جاب هي أهمية أكتر من الأذى أهمية البودي جاب هي أهمية أنه أنت تسيطر على الاشتباك وأنت تبلش الاشتباك وأنت تخربط القارد تبع خصمك وشفنا إليا توبوريا استعمل البودي جاب طريقة فعالة بالـ MMA وبلش هو يحدد نطاق الاشتباك مع ألكساندر فولكنوفسكي من البداية بالنزالة البودي جاب فعالة كانت مع إليا توبوريا عشان الـ head movement عند ألكساندر فولكنوفسكي ممتازة بس إذا ما بتقدر تصيد راسه عشانه بتحرك دائما صيد جسمه اللي بقدر يحرك راسه بطريقة ممتازة جسمه مش رح يقعد يتحرك بها دائما وإليا توبوريا فاهم وواعي هاي الشغلة واستخدم البودي جاب بطريقة فعالة استخدمها عشان يبدأ هو الاشتباكات استخدمها عشان هو يحدد النمط والريتم تبع الفايت من مسافة خلينا نحكي آمنة لإله يبلش هو ينقرها ببطن فولكنوفسكي ويطلع لبرة هدول الشغلتين انه الرتم والمسافة تسيطر عليها بالجاب وخصوصا البودي جاب عشانه الرأس مش متاح بالنسبة لحركة الرأس المميزة اللي عند فولكنوفسكي اضطر يستخدم إليا توبوريا البودي جاب واستخدمها بطريقة فعالة بس فيه برضو شغلة تالتة مهمة كتير للبودي جاب ما بيحكوا برضو فيها الناس كتير عشان هيك بقولكم البودي جاب مهمة قد تجاب وإذا مش برضو مهمة أكتر منها لو كنت انت ضد خصم بحرك رأسه بطريقة ممتازة عشانك مش راح تقدر تصيد رأسه الشغلة التالتة المهمة كتير بالبودي جاب إنها بتخربط القارد وهو حماية أو دفاع خصمك بتخربط وتخربط إخوان عشان فكر فيها بهاي الطريقة إذا الجاب قاعدة عم تيجي برضو بالبطن القارد قاعدة عم بتغير يعني ما راح تظلك حاطط هاي قارد إذا عم تتعود على الجابز بيجي بالبطن الهاي قارد إخوان إنه لما تحط دفاع إيديك عند رأسك فوق وتغطي وتغطي يعني البودي جاب لما تستخدمها ويتعود خصمك عليها بلاش يتلبك الهاي قارد ما له داعي إذا خصمي قاعد عم بضرب بودي جاب متعود يضرب بودي جاب فإليا توبوريا عود فولكنوفسكي على البودي جاب وصار يغير ويطع لفوق يعني مثلا يبلش بودي جاب وينزل قارد فولك وبعدين مرة واحدة بدل ما يبلش بودي جاب يبلش شرايت هاند وهاي الشغلة برضو من أساسيات الملاكمة اللي بيستخدمينها توبوريا بطريقة ممتازة بعرف يبلش بيده اليمين بطريقة رائعة برضو وبسهولة في كتير لاعبين باليو اف سي بكونوا عن بلعب مليون سنة ما بعرف يزد ايد يمين أول إشي وهو من ستانس ارثو دوكس يعني أنا هاي بستغرب منها كيف انه ما بتقدر في كتير إخوان انتو ما بعض حتى جربوها هسه تجرب وقف وزدت كروس بس تكون كروس هي الضربة الأولى يعني زدتها وقدم لقدام بيدك برجك الأمامية وشوف اذا تقدر تزدتها ولا لا في كتير ناس ما بعرفوا يزدتوا هاي الضربة ما بعرفوا يتحركوا لقدام وهم بزدتوا ايدهم اليمين يعني ما بعرفوا ياخدوا خطوة لقدام برجهم من الشمال ويزدتوا ايدهم اليمين توبوريا بعرف يعمل هذا الاشي بعرف يقص المسافة ويفوت جول الاشتباك بيده اليمين على طول هذا الموضوع كثير مهم وهذا الموضوع ببني على موضوع البادي جاب إذا هو متعود خصمه إنه يبلش مثلا ينكش بالبادي جاب من أول إشيء وبنزل القارد تبعه وخليه واطع عشانه متوقع بادي جاب ممكن مرة واحدة ينطط تبوريا بإيد يمين أوفرهوك يمين بأوفرهاند يمين بتبلش من نطة رجل الإشمال أوكي فإخوان أنا هاي يعني جربوها وهو إشي يعني مثير للاهتمام إنه فيش كتير ملاكمين بشوفهم ببلش الاشتباك بإيدهم اليمين يتقدموا القدام بإيدهم اليمين وبعدين ينوعوا الكمبو وإليا توبوريا شاطر كثير بإنه يبلش الكمبو بإيده اليمين وفعليا هو هيك قضى على فولكنوفسكي يعني اللي شفناه برضو من ناحية اتدائيات ملاكمة اللي استخدمها إليا توبوريا بشكل رائع هو إنه بدك أنت لما يحكوا بالإنجليزي you have to box him بدك تبكسو شو المعنى هذا؟ في كثير بيحكوا عن ملاكمين pure boxer he goes out there and he boxes people شو معنى هذا الحكي؟ المعنى إنه بدك تحشر خصمك حشرة واوي بالمشربحة كيف بتعمل هذا الإشي؟ كيف تعمله بأساسيات البوكسين؟ لازم تقطع عنه الطريق مش تطارده حوالين الحلبة تقطع عنه الطريق يعني يا إخوان لما يجي تشوف مقاتل قاعداً بلحق خصمه بحوالين الحلبة وبيحاول إنه يطعمي right over hand أو left hook بتزبطش عشان بعدين بيقدر خصمك يتوقع وين أنت رايح عشانه عم بلحق فيك وبيقدر يحط لك أفخاخ اللي بيعمله حلو يا تبوريا إنه بيقطع عن خصمه الطريق واستخدم هذا الإشي بطريقة رائعة مع فولكنوفسكي كلما ييجي فولكنوفسكي بديه يعمل circling out كان تبوريا متقدم عليه وحاسب هذا الحساب بس يأخذ خطوة ويعمل circling معه ويحشره كمان مرة وبعدين مرة تانية يرد يرجع عليه بالضغط بالجاب أو بالcalf kick ويبلش الاشتباك على الرتم تبعه فكان دائماً تبوريا يقطع الطريق عن فولكنوفسكي ويحشره هذا الموضوع مهم جداً وهو أساسيات البوكسي طيب هلأ أنت كيف يعني مثلاً كيف بدك تقطع عن واحد الطريق أنه مش هو مش بس موضوع أنك ما بدك تطارده هو أكيد هذا أهم مبدأ بقطع الطريق أو ring cutting أنه بدك تفكر حالك كلاعب دفاع بكرة السلة مبدئياً اللي بلعب بكرة السلة رح يفهمني يعني لما تركز أنك تتحرك بشكل أفقي مع الخصن تبعك وتسكر عنه فهذا جزء من أنه قطع الطريق القطع الطريق فيه جزء تاني فيه جزء هجومي ومش جزء مسافي خلينا نحكي وهو أنه لازم برضو تستخدم لكماتك عشان تخلي قصمك رايح بالمحل اللي أنت بدك يروح بحيث أنه لو راح هو على يمينك أنت تزد يمين عشان يرجعه بالنص إذا راح على شمالك تزد شمالك عشان يرجع بالنص تبوريا بيعمل هذا الموضوع ممتاز جداً ممتاز جداً يعني لما ييجي خصمه يبلش يعمل السيركلينج لا يمين تبوريا تبوريا على طول جاهز بإيد اليمين يزدها يا هوك يا ستريت رايت على الجهة اللي عم بلف عليه خصمه يلقطوا فيها يرجعها ذاك للنص لو بده يروح على الشمال نفس الإشي يا يروح هو شمال يضربوا بادي هوك لفرشوت على الكبد بإيده لشمال هوك شمال وبعدين يرد يرجعه للنص كمان مرة والإشي الثاني اللي بيزيد الموضوع تعقيداً وهو برجيك مهارة تبوريا بالملاكمة وزي ما تحكي يعني التعقد أو السوفيستيكيشن يعني في الليفلز لملاكمة تبوريا هي الفينتس مش عارف كيف أترجم موضوع الفينتس يا إخوان موضوع الفينتس ما تيجي بدك تتموه إنك تضرب بس ما تضرب يعني زي ما كنا نيجي بأيام المدرسة نوقف عند الشباب بساحة الفرصة وتعملوا لهم زي هيك بس يعني على أسرع هذا هو الفينتس الموضوع تبوريا ليش البوكسنغ تاعه فعال كتير كل هدول الأسباب شو الإشي اللي بمسك كل هذا الحكي عبعضه هو الفينتنغ تبع تبوريا يعني لما نيجي نحكي مثلا عن قطع الطريق والبوكسنغ الموضوع مش بس هجومي من ناحية إنه مثلا تزدت يمين كل ما هو يروح يمين وتزدت شمال كل ما هو يروح شمال تعمل حالك تزدت شمال عشان هو ما يروحش شمال تعمل حالك تزدت يمين عشان هو ما يروحش يمين تبوريا شاطر كثير بهذا الموضوع إخوان يعني مثلا البوديهوك تبع تبوريا منعرفها مدمرة قاتلة قضت على كثير لعيبة باليوف سي لحد هسه عشان هيك تبوريا برضو بيستخدم البوديهوك فينت يعني حتى شفناها ضد فولكنوفسكي كثير مرات بيجي بعمل سلب انسايد وكأنه بدي يضرب بوديهوك بس ما بضرب بوديهوك وعارف فولكنوفسكي إنه هو بضرب فولك عارف إنه تبوريا بضرب بوديهوك قوي جدا فمجرد ما فولك يعمل تبوريا يعمل هذا الفينت فولك بيكون عنده ردة فعل قوية وشفنا فعليا طبعا ردات الفعل القوية اللي كانت عنده إياها فولك بالماتش طبعا في أسباب كثير لهذا الموضوع برضو إنه التعب اللي صار مع فولك كبر بالعمر وأكل النوك آوت قوي وفيه كل هدول العوامل والشغلات بتلعب دور أكيد بس الإشي المحوري الأساسي هون الملاكمة النظيفة الملاكمة التب تب الإشي اللي إياس كوفي من إليا تبوريا ومش قاعدين عم بيحكوا فيه الناس كثير استخدام بادي جاب بدي لأخص استخدام بادي جاب رائع استخدام جاب رائع قطع الطريق عن خصمه بشكل رائع استخدام الفينس بشكل رائع كل هدول الشغلات لما يتمحوروا يتكملوا بعض كل هدول الشغلات يتكملوا بعض كلما يجوا يركبوا على بعض يساووا ملاكم يعني هائل وقوي وفعال حتى بين نطاق الـ MMA عشان كل هدول الابتدائيات تنطبق على كل موضوع كل سيناريو قتال يا إخوان طبعا فيه إشي برضه ونسيته بموضوع تبوريا إنه كيف بنص الـ combination برضه شاطر بتغيير الرتن وشاطر بتغيير الليفلات يعني بيعمل ميكس برضه بنص الـ combination ضربة لفوق وضربة لتحت ويعجق القارد أكتر بزيادة يعني خصوصا مما كان أورادي عاجقوا مثلا بشغلة البادي جاب لما يدخل الاشتباك ويبلش التركيبة بطلع من فوق لتحت وتحت لفوق يعني مثلا لما قضع على فولك قطع عنه الطريق حشره بالزاوية دخل عليه بلش بإيده اليمين ستريت يمين شمال لتحت عجق فولك ما عرف يطلع لفوق لتحت شفناه بالقرن هيك شفت فولك حاول يمسك رقبة تبوريا لكلنش وهو عم بيحاول يمسك رقبة تبوريا لكلنش تبوريا أورادي كان طالع بالرايت هاند كمان مرة فوق إيت فولك وخبطته ونوك آت تصبح الخير فولك فكان الموضوع بوكسنج ون ون عجق أم القارد تبع تبوريا بطريقة ممتازة وهذا اللي بعلموك إياه بالملاكمة كيف تغير لفلات دائما وكيف تغير تتلاعب بقارد خصمك وتخلي ضرباتك توصل المحل اللي أنت بدك إياهم يوصل أوكي فاليا توبوريا من أحسن الملاكمين حاليا نشطين باليو اف سي كمهارات سكيلز وايز دائما أحضر الملاكمة تبعته فايتاته رح يكونوا إشي رهيب مش رح أدخل كثير بشخصيته عشاني أنا مش محلل سايكولوجي وصراحة أصلا ما بعنينيش أصلا شفت الفيديو تابعه هادو هو عم بأخذ الإحزام من كونر مكريغر ومش عارف مش يا ربي مش كونر مكريغر شو اسمه اللي نزل مع فولكنوفسكي وما دخلش راسي إخوان هاي الشغلات أصلا أنا أصلا خلينا نحكي بس بالملاكم أوكي التاني اللي بدي أحكي فيه هو حاليا من أفضل الملاكمين باليو اف سي أكيد ماكس هولوي ماكس هولوي إخوان اللي بده يحضر فايت رائع يحضر فايت فيه ماكس هولوي هذا إشي يعني مفروغ منه خلاص أنت بتعرف لما أنت تشوف ماكس هولوي موجود على الكرت راح تعرف أنه راح يكون فيه بوكسات نعف أوكي بس يعني شو هو اللي بميزه عن باقي اللي بلعبه ملاكمة بيو اف سي وباستخدمه ملاكمة كستايل بيو اف سي أو شو بيخلي ملاكمته هل قدفع عليه بالنسبة لي أنا برأي ماكس هولوي شاطر جدا باستخدام تركيبات ما لها نهاية يعني تركيبات كبيرة جدا من اللكمات يعني بجبر خصمه لأنه ينعجق كمية اللكمات اللي بيستخدمها ماكس هولوي كمية التركيبات اللي بيستخدمها مش معقول كمية اللكمات اللي بنزلها على خصمه مش معقولة ما رح أحكي كثير موضوع دفاعه بالبوكسنج عشانه صراحة بوكل ضربات كثير بوجهه وواضح إنه مرات حتى ما بيحاول إنه يدافع بس مشان خاطر يوصل البوكس اللي بده يوصله عشان هيك هو ماكس هولوي عشان هيك هو هاد ستايله بس بالنسبة لي يعني هو من أفضل الملاكمين عشان الـ تبعه الكمية الشراسة بدخل جوه مسافة الاشتباك المسافة صفر زي ما بيحكوا وما بتلبك بالمر ما بتلبك بالمر بيضلوا جوه وبيضلوا يضرب وما بوكل النوك آوت في كثير ناس بيقول لك عشان تشن تبعه قوي كثير وعشانه هيك وما هيك ماكس هولوي آه تشن تبعه قوي وبيقدر يوكل بوكس قوي بس فعليا بحس إنه اللي بيميز ماكس هولوي بدفاعه وليش هو ما بوكل النوك آوت سالقدي إنه بكون هولوي شايف اللكمة وهي جاية آآ يعني حتى بتشوف اللكمات اللي بوكلها هولوي عارف إنه رح يوكلها وعشان هيك ما رح نزله نوك آوت إخوان النوك آوت هو البوكس اللي بيجي وهو خصمك مش عارف أصلا وين هو جاي ماكس هولوي من كتر ما هو سريع من كتر ما بقدر يساوي كميات بالحلبة شو ما رح يعمل خصمه مش رح يكون كثير عليه هولوي رح يعرف من وين جاي البوكس وإمتى جاي البوكس وشوه بالضبط البوكس اللي جاي عشان هيك إذا بتشوفوا حتى الناس الشباب اللي بوكلوا نوك آوت والصبايا اللي بوكلوا نوك آوت بموضوع القتال كتير أول سؤال بيسألوه لما يوقفوا ولما يرجوا على الكورنر مع المدربين شو الأكلناه بالضبط إخوان شو هو كان هك وكان جاب وكان كيك وكان تيب ف الضربة اللي انت مش شايفها هي الضربة النوك آوت وهلوي بيشوف كل الضربات وعشان هيك هلوي لحد هسا ما أكل نوك آوت وهاي فعليا القوة الخارقة اللي عنده اللي أنا بحس استمدها من الملاكمة وطبعا هي التركيبات اللي مش معقولة هلأ ليش بيجي مثلا بيحكو لك الناس انه شو شو من مازية ان تقدر مثلا ميزة ان تقدر مثلا ان تركب 12 لكمة على بعضهم وانه كيف بيعملك هذا الموضوع ملاكمة أحسن لا إخوان حسب كيف انت بتركبهم على بعض يعني في ملاكمين بيركبوا مثلا تركيبة 6-7 لكمات بس بيكون مثلا واحدة منهم كويسة والباقي أبو كلب بس ماكس هولوي بيكون كل إشي كويس فعنده قدرة رهيبة على هذا الإشي عشان عنده أساسك كويس بالملاكمة كي التوازن تبعه ما بيختل ما بيعمل ما بيمد حاله زيادة عن اللزوم عشان يجيب نوك آوت بيرجع دائما بالبوزيشن الفعال انه يضرب كمان مرة وهذا اللي بيميز ماكس هولوي وهذا اللي بيخلي ملاكمته فعالة جدا انه ماكس دائما موجود بالموقع المناسب يعني ماكس حتى لما يضرب هك فوق هك تحت شمال يمين يغير هيك 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 ويوصل 15 لركمة وهو دائما موجود بالموقع المناسب مو عامل مو معرض حاله لضربه مش متوقعها ابدا فهذا الاشي اللي بيميز ماكس هولوي اخوان هو الاساس تبعه الموقع تبعته التوازن تبعه مش معقول يعني من ناحية ملاكمة هي اشي كتير مثير يعني الاهتمام ومبرسيف بس كناحية ديفنس صراحتا ما بحس انه منقدر نحكي انه ماكس هولوي رائع بتجنب اللكمات وما اظن انه ماكس هولوي اصلا حاب يتجنب كل اللكمات بحس استراتيجية ماكس هولوي انه في اكمن بوكس عادي تكلهم عشان توصل البوكس اللذي اللي بديو يوصله هو اوكي اخوان فهذا ماكس هولوي اوتبود رهيب كمية لكمات رهيبة اندورنس رهيبة توازن رهيب دائما موجود بالموقع المناسب حتى لو بعد 30 ضربة 15 ضربة هو راجع اتجاهز انه يضرب كمان تركيبة ودائما هادي وهو قاعد نبلعب من جوة وهذا الاشي بخلي ماكس هولوي ملاكم فعال جدا بالم ام اي بعدين اخوان الملاكمة التالت او اللعبة التالت اللي بدي احكي فيه وعن ما ازرح خليهم ثلاثة انا اول اشي حكيتكم بخمسة بس ما بعف حسيت اني طولت هسا وبناش نطول عليكم كتير عشاني برضو وقاعد عم بصور باخر الليل وهس رح ابعت الفيديو لايمن ورح يكفر اللعب التالت شون ستركلاند يعني كل العالم اخوان شون ستركلاند الكل كان يتخوت عليه بستايله اول ما بلش انه شو قاعد ان بعمل هاد شو الستايلز الزفت اللي زبالي هاد ايش واقف وقف هيك قدامك يم افقي بالمرة الزلمة جاي عليك يعني ما فيه بلايدد ستانس بالمرة جاي عليك هيك دغري ورافع ايديه ابصر كيف وتقول ياهو ماوي تاي ولا هو ابصر ايش ولا يعني الستايل تبعه كان قبيح بس اللي اكتشفناه بعد ما شون ستركلاند اتطور وخصوصا ما بلش يتمرن مع الكس بيريرا اللي هو كنت عم بفكر احطه بهذه الليست ولا لا معشان اكيد الكس بيريرا احسن بالنسبة لي بالنقاش والكس بيريرا من احسن المقاتلين اللي بفهمه الميكانيكس تبعوني اللاكمات فعليا انا بحس أليك س بيريرا من افضل البوكسر الموجودين باليو افسي يعني مع انه اوكي عارفين انه هو كيك بوكسر وكان بغلوري ورهيب كان بغلوري وهيكا بس انا جد بنبهر من قديه أليك س بيريرا فاهم بتشوف يعني انه لما يزد الجاب بزد وزنه من الشمال لليمين بعدين بحط حاله بموقع كويس عشان يزد اليمين من اليمين للشمال وبعدين بسحب كل وزنه من الشمال من كل وزنه من ورقه ومن كتفه لهذا وبعدين برد بسحب اللفت هوك لوراه وبقطع راس خصمه يعني بايو ميكانيكس رائعة وبعرف كيف زي ما يحكوا بالملاكمة يعني انه يقدر يخلي كل جسمه يشتغل باللكمة وهذا على فكرة الموضوع اللي علموا أليك س بيريرا لشون ستريكلاند لما بلشوا تنين يتمرن هنا وبعض لما بلش يتمرن ستريكلاند وأليك س بيريرا مع بعض اخوان شفنا تطور رهيب بالليفل السترايكين تبع شون ستريكلاند لكمات صارت فعالة أكتر طبعا الستايل هو نفسه وهذا الاشي اللي بيميزه برضو الاشي التاني اللي بيميزه غير انه صار يعرف يرمي لكمات أحسن شون ستريكلاند الاشي الأساسي بملاكمته اللي بتميزه باليو اف سي هو استخدامه للفليشل ديفنس يا اخوان دفاع الفليشل هو دفاع كان يستخدمه فلويد ميويذر وكثير ملاكمين تانين بالملاكمة خصوصا ملاكمين أمريكيين من الايست كوست باستخدمه الفليشل وهو عبارة عن تطور من الكروس غارد اللي هو غارد اللي تستخدم فيه اليدين التنتين بشكل اكس عشان تغطي وجهك وتغطي جسمك بنفس الوقت الفليشل تطور من الكروس غارد وانه بتخلي ايد على بطنك وبتخلي الايد التاني اليمين على تحت ادنك على حنكك بحيث انك تحمي انت جهتك اليمين الخلفية بايدك اليمين وتحمي بطنك بايدك الاشمال كلها والشغلات اللي بيجوا من فوق من الجهة الاشمال مفروض انك تطلع راسك من الطريق او مثلا تستخدم كتفك عشان تصد الضربات بهديك الناحية المشكلة بالستايل هذا يعني بالمم اي الفليشل ما بزبط كان كتير عشان الفليشل عادة فيه مثلا رولز كتير انه بنزلوا كتير بالملاكمين عادة انهم يستخدموا فليشل لو تشوف مثلا فلويد ويذر بيستخدم فليشل بعمل بوبينج وييفين كتير بعمل رولز كتير يعني بنزل لتحت وبينزل كل راس لتحت كتير هذا الموضوع بالملاكمة اوكي عشان تقدر انت مثلا تنزل من تحت لفوق وتتجنب اللكمات وما تنصار باشي تاني بس الموضوع الـ UFC لو تنزل راسك لتحت ممكن توكل ركبة بوجهك ممكن توكل عيلا عرفت كيف توكل لزانيا اللي هو فاللي عمله شون ستركلند اللي كان مبتكر هو طور الفليشل ستايل للـ MMA يعني استخدم فليشل ستايل ما بيستخدم فيه رولز كتير ما بيستخدم فيه مثلا انه ينحني كتير بحيث انه ما يوكل نوك آوت بركبة او كيك بيظلوا واقف ستريت اوب وبستخدم الفليشل بهاي الطريقة وفعليا الفورد ضغط الهجومي اللي بيشكله ستركلند لما يستخدم هذا الستايل رهيب جدا عشان اول اشي خصمه مش عارف كيف يضربه لشون ستركلند اذا بتحاول تضربه مثلا جاب بيستخدم كتفه بدل ما ينحني هو بيستخدم الـ shoulder roll مش الـ roll الفرق بين الـ shoulder roll والـ roll الـ shoulder roll بفليشل هو مثلا لما تنضرب ضربة على الجهة اللي انت ايدك مش مرتفعة فيها تستخدم كتفك عشان تصد الضربة وشون ستركلند بيستخدم هذا الاشي كتير بامتياز ف بعرف بعرف يتعامل بهذا الـ style بطريقة مش معقولة بالـ MMA والاشي التاني برضو بقطع عن خصب الطريق بعمل ring content بطريقة حلوة مش زي اليا توبوريا بحس اليا توبوريا احسن بهذا الموضوع فعليا جد متدور لما يحكوا متدور عم اظن انه هذا المعنى يعني عشان حتى طريقة كيف يعني في شبه يعني لما جد انا هلأ فهمت ليش بحكي عن حال المتدور بس المهم يخوان شون ستركلند الطريقة اللي بيستخدم فيها فيريشل مبتكرة جدا وبتصد الككس مثلا الجاية على الجسم وبتصد كتفه عشان يصد مثلا عن جهة الليفت هوك فملاكمته من هاي الناحية يعني مبتكرة صراحة وفيريشل يعني طريقة اللي استخدمها كان اشي مبتكر بالمم اي فعشان هيك انا بصنفه برضو من احسن البوكسرز الدفاعيين بالمم اي مش راح احكي مش راح احكي طبعا هجوميا عشان ما بتشوف منه مثلا نوك اوت كثير الاشي الفعال اللي كان هو استخدم ضد ادى ثانية الضغط الامامي انه حتى بالملاقة حتى نفس الطريقة اللي كان يكن نحكي موضوع الي طبعا انه بحس انا الطريقة اللي بيعملها طبعا ارقب كثير من شون ستركلند الاشي التاني اللي بيميز ملاكمة شون ستركلند الهدوء المعتوه الهدوء المعتوه اللي عنده لما يبلش هو الاشتباك مع خصمه يعني من اقرب المسافات بقرنة الكيج بيكون قدامه مثلا قاتل قتلة زي دي دي بي او الكس بيريرا بيكون بكل هدوء قاعد بمسافة كتير قريبة منهم وبضرب وبلاكم وبتنفس بطريقة كويسة وبستخدم برضه حركات خفيفة جدا يعني بطلع حاله من المسافة وبرجع حاله من المسافة وهذا شغلي برضه مميز كتير بسيطة على ملاكمة ستريكلاند بحسها كتير مبهر فبالنسبة لي ستريكلاند من احسن البيكسر او احسن ملاكمة الدفاعية باستخدام المبتكر الفليشل بالمما فأكيد ما رح انهي هذا البودكاست وأنا بحكي عن شون ستريكلاند عشان هلأ استوعبت بزبط الشيك بالمرة عشان فيه عندنا واحد يعني هو النجم اللامع بحسه بالملاكمة باليو اف سي واللي أنا كنت كثير أحب أحضره بعد ما حبيب دمره ولسه حبيت أحضره حتى بعد ما حبيب دمره اللي هو داستين دايموند الجوهرة بوريير يعني البوكسنج تبع داستين بوريير مش ضروري بتأيقلي مش ضروري أنا أحكي لكم شو هو بخلي البوكسنج تبع داستين فعال الملاكمة داستين رائعة يعني خلص طريقة كيف هو بزد التركيبات كيف بلش الاشتباكات رتم الفايت يعني إشي إشي رهيب يعني لما لما تشوف فايتات داستين يعرف أنه رح يعرف يوصل بوكسات قوية كتير لخصمه ويعرف أنه ما رح يكل ولا رح يمل غير غير هو حاشر خصمه بالقورني وضربه الهك اللي شمال اللي بده يضربه إياها يعني أنا إخواننا اليوم مرات هيك باجي بحس حالي هيك زهقان أو مليش إلهام بالعالم بفتح اليوتيوب وبرد أحضر شو عمل داستين بوريير بكونر مكريغر لما حشرة حشرة الواوي بالكيج وبتنعنش كمال مرة هيك بحس أنه في شغلات رهيبة بالعالم ف تكنيكال بريكتاون أعمل لداستين دايمون بوريير صراحة يعني ما هوش داعي بالمرة أنه فوتوا بس أحضر وما تشات داستين ورح تعرفوا عن إيش أنا بحكي يعني هو للأسف داستين كان عنده شغلات أنه يعني ما خلته يسير الأحسن أو القوت مثلاً باللايت ويت وكان مثلاً عنده ما كان قوي كثير بالمما وكان نقطة ضعفه أنه ينزل ضد بس أخوان يعني من أحسن اللعيب اللي نزده يو وكانوا كثير رهيب أنه مثلاً تشوف فايت داستين بوريار اللي اللي سواه مع جستين قيتشي واللي سواه مع كونال مكريغر واللي سواه مع الكل بس مع حبيب للأسف بالنسبة لي داستين بوريار من أفضل الملاكمين من أفضل الملاكمة اللي مرت عليه بحياتي بالـ UFC ومن أفضل الملاكمة اللي شفتها بالـ UFC بنتمنى أنه هيك نكون غطينا الأساسيين اللي كنت أنا حاب أحكي عنهم أكيد هو فيه كثير يخوان فيه كثير ملاكمين رهيبين أو باستخدم أساسيات الملاكمة بشكل كثير حلو بالـ boxing وطبعا هدول كلهم يعني مختلفين عن بعض أنا بتمنى أني ورجيتكم أنه شو الشغلات المختلفة اللي باستخدموها وليش أنهم مميزين عن بعض بس فعليا برضو أنا جد يعني فيه برضو كثير يخوان أنا بحس براندن مورينو يعني برضو من الملاكمين اللي بحب أحضرهم بالـ UFC ملاكمة اللي بحب أحضرها بالـ UFC طبعا هم بغير ستايل ومرات كثير بيستخدم ككس كثير بس بتشوف أساسه هذا الملاكمة المكسيكية بتشوف أساس إشي زي هيك مع براندن مورينو وشي كثير ممتع إنك الواحد يحضره شون أمالي طبعا شون أمالي شاطر جدا بالـ counter counter punching counter boxer حلو ما بحس شون أمالي pure boxer زي مثلا إليا توبوريا إليا توبوريا أخوان pure boxer style هل بسموه pure boxing style boxing نقي يعني بيستخدم إدارة مسافة بيستخدم قطع الحلبة بيستخدم الفين زي ما حكينا الشغلات زي هيك حلو يعني شون أمالي مش زي هيك يعني ما بحسه بنفس التعقد ونفس 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 فخامة المهارة يعني الموجودة عند توبوريا بس counter puncher رائع يعني شوفنا اللي عمله بألجمين ستيرلينج right hand counter right hand كتير حلوة كتير نظيفة الموضوع بيبين انه سهل كتير بس انك تضرب ضربة كتير قوية وكتير نظيفة زي هيك وانت راجع لوراه هذا الموضوع بده تفنن شوي وبده تدريب وبده استحكام وعشان هيك شون أمالي برضو honorable mention اخوان هاي honorable mention شو معناها بالعربي يعني انه هاي هيك انه خلينا لازم نذكرهم يعني مش معقول نعمل الحلقة ومانو تكر هذول الشغلات مين كمان في عندك honorable mention عشان ما أزعل حد وان شاء الله ما كونش زعلتش حد مين عنده أحسن ملاكمة بالمم اي اخوان انتو كمان اكتبوا لي مين بتحبوا تشوفوا يعني انا هسا فكرت باخرة واحدة وخلينا نختم عليها اخوان من احسن ملاكمة برضو شفتها بالمم اي معنهم مش بور بوكسنج ستايل انا حاس انه مش طق من السامبو او يمكن كان يلعب الساندة بس انا بحب اشوف ملاكمة ازمات مورزاكانوف بال UFC عشان انه بيستخدم الطريق السوفيتي هذا الستايل السوفيتي الملاكمة اللي هو distance management وانه يضلوا ينط على على رجليه من قدام وما يستخدم مثلا كل وزن كعبه على الارض يضلوا يتحرك بهاي الطريقة وعنده right over hand مخيف مرعب مشل اشي بوجلوط يعني الright over hand تبعه مؤذي 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 بطريقة مش معقولة فبالنسبة للي برضو ازمات مورزاكانوف يعتبر honorable mention شفوه احضروه وشوفو كيف يستخدم ادارة المسافة كمان وكيف يجيب نوكاوتس هو عم ظن الحد هسه مش عارفة كم فايت بال UFC وكلهم نوكاوتس الا هداك الامريكي اللي عبدال واحد اميركي كأنه اميركان فوتبول بلاير اشي يقد اللوح وما جاب نوكاوت بس وقع وكمل نوكداون برضو بالright over hand داستين جاكوبي لعبدال داستين جاكوبي فاحضروه كمان يا اخوان ازمات مورزاكانوف شوفوا كيف اذا تحب الملاكمة تبعته وكمان اذا انتو شايفين لعبين بالفنون الاختالية المختلطة باليو ف سي بالتور حي الله شفت الملاكمة تبعتهم كثير نظيفة احكولي عنهم ببعتولي بالكومينس بحب احضر انا كل هذول الشغلات مواهب الصاعد بحب اتعلم منهم وحب برضو اجي احكي معاكم انتو الشباب بهاي الموضوع وبتمنى انه استفدتوا شغلة من حلقة اليوم مثلا وبكفي وسلا راستي اشتركوا في القناة